مباشرة نسير مع هذه المقدمة وهذه الصدارة الأولى لناقض المركز الأول غزلان محمد بن بقيت بالرقاب المنصوري مرحبا يا راعي غزلان هذه بنت الغزال بالفعل يأتي مع المركز الأول والصدارة الأولى ولكن وصلت الشاهينية هادف بن حمد بن عفصان المنصوري يطلق الشاهينية في هذا الشوت والمركز الثالث من عمق الميدان اللي أيضا تدقلت منوى أحمد بن علي بن عمير أو اللي هي بالفعل هذه الشاهينية ناجم بن علي بن راشد الغيلاني بوحمد يقدم الشاهينية أيضا واحد من الأسماء القوية وأيضا بوحمد دائما يمتلك النوعيات الرائعة والسلالات الهملولية الجميلة ولكن هنا الظفرتاتي لحميدي بن حمود بن حمد اليابري القادمة من ميدان المشرب الفعل أحد الأسماء أيضا القوية وملفها مليب الإنجازات والمشاركات ما يقارب لها أيضا ما يقارب لها أربع مشاركات أو خمس مشاركات كلها فوز وانتصارات أتت للمشاركة في هذا اليوم ولكن هناك أيضا دخول من الجانب الآخر اللي وصلت هي شاهينية سلطان بن حمد بن مطر بن عميرا والوصول أيضا من مبارك بن محمد بن نصر العامري يقدم مرسى في هذا الشهوط تأتي أيضا لترسف المثلة الذهبي وتحافظ على المركز الثالث في هذه اللحظات ولكن المنصوري قادم من خلال غازية أحمد بن سلطان بن محمد بن سيف المنصوري أسلام سلالة عريقة سلالة غازي سلالة هملولية بالفعل أيضا أحد السلالات الرائعة والجميلة وصلت أيضا يبارة حمد خالد بن حمد بن ساعد الدرعي وصل بن ساعد وصل الدرعي يقدم السلالة الهملولية أيضا من خلال هذه الانطلاقات الجميلة والرائعة وصل شعار الغيلاني من الجانب الآخر هناك أيضا من تسير على المركز الثامن حمدة رقم خمسين الديب أحمد بن راشد بن سالم الغيلاني وصل في هذه اللحظات وهنا أيضا الوصول من اللي وصلت في هذه اللحظات حمدة رقم درعي 20 شرف حمد بن سالم بن مشلش العامري وصل بن مشلش وصل بن مشلش أيضا يقدم هذه الانطلاقة ويقدم هذا الأداء الرائع والجميل نعود إلى مقدمة شوط نعود إلى سلالة غازي غازي وإنتاج المختبر بالفعل تأتي للاختبار الكبير تأتي للانطلاق المثير غازي على المركز الأول أحمد بن سلطان بن محمد بن سيف المنصوري سلام عليك يا غازي سلام عليك يا حمود على هذا الأداء الرائع هنا على المركز الأول يقدم غازي أحمد بن سلطان بن محمد بن سيف المنصوري تنفرد لتدخل أيضا الغلاف الجوي للكيلومتر الأخير السلالة الهملولية حينما أيضا ترى الكيلومتر الأخير تستبشر بالسرعة والأداء الرائع والجميل وصلت غزلان على المركز الثاني غزلان لمحمد بن أخيه تاب الرقابي المنصوري ياتي لقدم غزلان بهذا الشوط في هذا الانطلاق المركز الثالث شوفوا اللي تدخلت ما يبنى الهطاري ما يبنى الهطاري سلهودة علي بن سعيد بن عميد بن عمير الاجتبي وصل في هذه اللحظات ولكن غازية غازية على الصدارة غازية على المركز الأول الله 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 يا سلام من الجانب الآخر سلالة هملولية أخرى وصلت جبارة وصلت جبارة خالد بن حمد بن ساعد الدرعي بدأت المنافسة والوصول أيضا الوصول من حاملة رقم واحد وخمسين اللي هي الشاهنية أعزيد بن سعيد بن سلطان اليحافي ولكن أعودي لصدارة أعودي لمقدمة شوف اللي في المركز الثاني خطيرة بدأت تسير أيضا اللي هي سلهودة علي بن سعيد بن عمير وصل ولكن الثلاثمائة متر جولة الوامر النهاية حرك يا حمود موشو الله تبارك الله غازية 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 سلامي عليك يا المختبر سلامي المجموعة العلمية المتقدمة هناك بسويحان على هذا الأداء الجميل والإنتاج من الغازي وغازية الله سلام يا الغربية سلام النقطة الثانية ما شاء الله سرعة فايقة قدرت 52 كيلو متر في ساعة هناك غازية هنينة والناموس أيضا لأحمد وسلطان بن محمد بن سعيد المنصوري نقطة ثانية المركز الثاني حزيز بن سعيد سلطان اليحافي المركز الثالث أيضا وصلت غزلان حمد بن الخيط من رقاب المنصوري المركز الرابع كانت جبارة خالد بن حمد بن ساعد الدرعي والمركز الخامس هناك شدة ليمع بن سنان بن خادم المهيري هذه هي النتيجة هذه هي النتيجة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام سرعة رائعة انطلاق مثير حينما طلب جولة الأوامر النهاية اندفاع قدر ب52 كيلو متر في الساعة أربع دقائق ثلاثين ثانية تسعة جزاء من ثانية تهانينة والناموس لمالك غازي أحمد بن سعيد بن محمد بن سعيد المنصوري هكذا الفوز والانتصار المركز الثاني قدمت سرعة رائعة وجميلة هنا الشاهينية فاجأتنا بالأمتار الأخيرة فكان عزيز بن سعيد بن سلطان اليحافي أيضا تحية أيضا لمحمد بن سعيد على هذا الفوز والانتصار أربع دقائق ثلاثين ثانية جزائيني من الثانية بينما هنا وصلت غزلان لسعيد محمد بن مخيث بالرقابي المنصوري قطعت مسابة أربع دقائق ثلاثين ثانية وأيضا وأربع أجزاء من الثانية تهانينة والناموس للجميع